السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم Telling You مع دروس تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين معي أنا نقش فاتح درس اليوم هو الدرس الحادي عشر لرح نتكلم فيه على الوقت وكيفية السؤال عنه نبدأ على بركة الله نبدأ بكيفية السؤال عن الوقت للسؤال عن أي شيء نقول What is this أي ما هذا للسؤال عن الوقت نقول What is the time أو ما الوقت ما الوقت حسنا الساعة الحائط هي clock ولكن الساعة أي ستين دقيقة نقول لها hour نلاحظ أن حرف لا ينطق لا ينطق دقيقة هي minute ثانية هي second لحظة هي moment قلنا بالسؤال عن الوقت نقول what is the time what is the time now what is the time now أي كم الساعة أو ما الوقت الآن it's four o'clock it is four o'clock هي الرابعة تماما o'clock أي تماما الترجمة الحرفية لكلمة o'clock هي off o'clock أي على الساعة ولكن الترجمة يعني اللي نقولها احنا هي تماما it is four o'clock هناك فرق يعني بين ساعة الحائط وساعة اليد وساعة الجيب ساعة الحائط تسمى clock ساعة اليد تسمى watch ساعة الجيب تسمى pocket watch حسن هناك ثلث طرق للسؤال عن الوقت أو ثلث كيفية للسؤال عن الوقت what is the time now what is the time now كذلك what time is it what time is it كما يمكن السؤال do you have the time do you have the time and هذه الثلث طرق للسؤال عن الوقت what is the time now what is the time now it is five o'clock it is five o'clock what time is it what time is it it's eight o'clock it's eight o'clock do you have the time do you have the time yes it is eleven yes it is eleven نلاحظ أننا بدأنا بكلمة yes يعني هذه طريقة للجواب على السؤال do ونحن نطرق اليوم في دروس مقبلة إن شاء الله عدة طرق لمعرفة الوقت هناك طرق سهلة وهناك طرق سهلة جدا نبدأ بسهلة جدا كيكون الرقم أني نذكره كما راه مكتوب مثلا الرابعة وثلاثون دقيقة نفس الشيء فنقول it is four thirty it is four thirty السادسة وخمس عشر دقيقة it is six fifteen it is six fifteen الحادي عشر وثلاثة وخمسون دقيقة it is eleven fifty three it is eleven fifty three الحادي عشر ودقيقتين نقول it is eleven o two it is eleven o two لأن الرقم صفر يلفظ o يعني في الساعات في الرقم الهاتف وفي أمر أخرى نذكرها إن شاء الله في دروس مقبلة يعني مثلا نقول التاسعة والربع it is a quarter past nine a quarter هو الربع ربع الشيء يقال له a quarter a quarter it is a quarter past nine يعني ربع بعد التاسعة يعني الساعة الربع بعد التاسعة بعد الترجمة السابعة وخمس عشر أو السابعة والربع it is a quarter past seven it is a quarter past seven خمسة والربع it is a quarter past five it is a quarter past five العاشرة والنصف it is half past ten it is half past ten نلاحظ أنه في quarter أضفنا a a quarter أما half فلم نضف a وكذلك حرف أو هو silent في كلمة half it is half past ten الثالثة والنصف it is half past three it is half past three العاشرة إلا الربع العاشرة إلا الربع it is a quarter to ten it is a quarter to ten يعني ربع ساعة حتى العشرة يعني بقيت ربع ساعة باش توصل العشرة الثامنة إلا الربع it is a quarter to eight it is a quarter to eight الآن نمدوا بعض الأسئلة ونخلي لكم وقت خسير للجواب what time is it what time is it it is six twenty-five أو it is twenty-five past six الإجابة صحيحة do you have a time do you have a time yes it is ten fifty yes it is ten fifty what time is it it is six forty it is forty past six يعني هناك نذكروا حروف الجر اللي خاصة بالساعة نستعملوا at at نذكروا أمثلة I wake up at seven in the morning I wake up at seven in the morning I wake up يعني استيقظت على السابعة at seven in the morning يعني في الصباح يعني اللحظوا أن في أيام اليوم نستعملوا حرف أو في لحظات اليوم أو أوقات اليوم نستعملوا حرف الجر in she plays in the park at five in the afternoon she plays in the park at five in the afternoon يعني هي تلعب في الحديقة على الخامسة بعد الظهر in the afternoon afternoon بعد الظهر أو he eats dinner at eight in the evening he eats dinner at eight in the evening هو يتناول العشاء على الثامنة مساء evening هي المساء كما أننا نستعملوا حرف الجر الخاص بالأيام نذكرنا ساتدي سوندي موندي نقولوا حرف الجر أن يعني كان هذا كل شيء لدرس اليوم ولكن هذا الدرس يحتاج إلى المراجعة يعني إلى ما فهمتوش عاودوا الفيديو مرة وثنين وثلاثة وبالممارسة إن شاء الله رح يتم تفهموا تفهموا الساعات أفضل وفي الدرس المقبل إن شاء الله رح ينتكلموا على الأعداد العشرية والسلام عليكم